اشتركوا في القناة وقالوا لا نقتل به إلا شريفة وإذا قتل منهم رجل أسرفوا في القتل وقتلوا اثنين أو ثلاثة وربما عشرة والنتيجة الحتمية لكل ذلك انتشار العداوة والبغضاء وكادت القبائل أن تفنى من كثرة القتلى فجاء الإسلام ليرفع الظلم والجور ويرسل عدل في القصاص وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنفى بالأنفى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم لا يقف على أحد أن قتل النفس بغير حق وعن عمد من أكبر الكبار بعد الشرك بالله ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما فجاء الإسلام ليرسي قواعد العدل والقسط في القصاص ولا يأخذ أحد بذنب أحد يا أيها الذين آمنوا نداء خاص لأهل الإيمان قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه كتب عليكم القصاص جميعا فلا ينبغي لأولياء القاتل أن يحولوا ويمنعوا بين أولياء القتيل وبين القاتل وحتى القاتل ينبغي عليه أن يذهب لولي الأمر يمكنه من نفسه ومن القصاص فينتشر العدل ويسود الأمان والإطمينان وتسد أبواب الفتن ولا يقوم بالقصاص إلا الحاكم أو ولي الأمر ولا تتبعوا سبيل المفسدين وتعتدوا كما فعل اليهود من قبل من بني قريضة وبني النظير وكان لبني النظير العزة والقوة على بني قريضة فكانوا يعتدون في القصاص ويخالفون أحكام الله في التوراة والقصاص في اللغة من قص الأثر أو تتبع الأثر فيفعل بالجان ما فعل دون زيادة أو نقصان هل في القصاص وحشية؟ لا وألف لا لأنه تشريع الله للمؤمنين وهو الحكم العدل والحكيم العليم وبه تسد أبواب القتل والثأر والعداوة بين الناس ولك أن تتخيل إذا لم يقتص من القاتل سيهون عليه القتل ويقتل مرارا وتكرارا وتزهق الأرواح البريئة هكذا تنطق الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وللوهلة الأولى هكذا تفهم الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد والأنثى تقتل بالأنثى وإن كان الحر يقتل بالحر فالحر لا يقتل بالعبد وإن كان العبد يقتل بالعبد فالعبد لا يقتل بالحر وإن كان الأنثى تقتل بالأنثى فالأنثى لا تقتل بالذكر والذكر لا يقتل بالأنثى ولكن المقصود كما فهمنا أن القاتل قتلا عمدا يقتل قصاصا بنفسه فإن قتل الحر عمدا قتل الحر قصاصا وإن قتل العبد عمدا قتل العبد قصاصا وإن قتلت الأنثى عمدا قتلت الأنثى قصاصا فالإسلام أرسى قواعد العدل والمساواة بين الناس جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم فلا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى والعالم والجاهل والشريف والوضيع لا مجال للثأر في الإسلام بل هو القصاص العادل من القاتل نفسه ثم يفتح الله عز وجل باب العفو والصفح على مصرعيه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداون إليه بإحسان فالقاتل ورغم ما فعل لا زال أخا لأولياء القتيل في الإيمان وأولياء القتيل مخيرون بين ثلاث إما القصاص وإما الدية وإما العفو والعفو أفضل فإن عفى أحد أولياء الدم عن القاتل يسقط القصاص فإن تحول الحكم من القصاص إلى الدية فاتباعهم بالمعروف من أولياء القتيل دون مغالاة في طلب الدية وأداون إليه بإحسان من القاتل دون مماطلة ودون تسويث والدية في بادي الأمر كانت مئة من الإبل ومع اتساع الدولة الإسلامية تنوعت أصبحت الدية مئتين من البكر أو ألفين من الشاه أو ألف دينار من الذهب ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فكان الحكم في أهل التوراة إما القصاص وإما العفو وأمر أهل الإنجيل بالعفو عن القاتل وخير الله عز وجل هذه الأمة المبارقة بين القصاص وبين الدية وبين العفو تخفيفا منه ورحمة فما أعظمها من شريعة وما أرحمه من مشرع فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فمن قتل من أولياء القتيل بعد قبول الدية أو أخذها فله عذاب أليم في الدنيا والآخرة وإن عاد القاتل مرة أخرى للقتل العمد بعد العفو عنه فله عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولا بد من قتله ومن اعتدى من أولياء القاتل وهدد وتوعد وتربص بأولياء القتيل فله عذاب أليم ومع انتشار قتل الأبرياء عمدا في الطريق العام لا مفر ولا ملجأ من تطبيق شرع الله جزاكم الله خيرا اشتركوا في القناة